هيلعب احمد عيد يرجع مرة تانية محمد اشرف يطول ويعلق وسامة فيصل الارتداد من لعب النادرالي عايز عدى عبد الرحمن الضغط عليه المرتدة السريعة للنادرالي يلا يا راجل حماد الفيل يبقى حماده حماده حماد الفيل يلعب ابو الشرجل وعدت مرت الفراري الفراري ركل الجزاء للنادرالي ركل الجزاء للنادرالي الفراري الفراري شادي ردوان وركلة الجزاء انطلق ومر وفات الفراري بيتدولوا الكرة ولا المين حماده حماده الفيل ركلة الجزاء مين يا كابتن سراج هنشوف مين على ركلة الجزاء في النادرالي هدفين للنادرالي والاهلي يقترب من بمشية الله من هدف ثالث هل يتقرر بعد ركلة الجزاء نقول ايه اللي يتقرر هيلعب حماده الفيل ركلة الجزاء للنادرالي ركلة الجزاء السيد محمد في مواجهة حماده الفيل حماده الفيل يلا يا فيل حماده الفيل الفيل جول 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 حتى هالو تاني في نفس المكان الهدف الثالث للنادرالي حماده الفيل جوه جول هدف ثالث للنادرالي أسأل من هنا الكابتن أحمد بلال هل يتكرر سيناريو لقاء الستة واحد الأهلي والزمالك ستة واحد كان ينتهب شوط الأول بسلاسة أهداف مقابل لاشئ هل يعيد ناشئ النادي الأهلي ذكرى 16 مايو 2002 تلاتة لاشئ للنادي الأهلي تلاتة النادي الأهلي سيطرة هيمنة من لعب النادي الأهلي على أحداث شوط اللقاء الأول وثلاثة أهداف لأبناء القلعة الحمراء في شباك الزمالك ومعها يطلق صافرته حكم اللقاء ودي قبلة حمادة الفيل والفراري واحمد نبيل كوكا تهاء الشوط الأول من اللقاء